يتغير اتجاه الاقتصاد الغلامي وتتغير معه بوصلة الاستثمارات كذلك هذه المعطيات حركت أيضاً السلطة العمومية للإسراع في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة مبينة على الشراكة الوثيقة والحقيقية لجعلها علاقات استراتيجية لولوج نحو الأسواق الأوروبية الغربية والإفريقية حيث أصبح اليوم الطريق معبداً بفضل السياسة الاقتصادية التي تتبعها الجزائر خصوصاً بعد صدور قانون الاستثمار الجديدة توجه الجديد للحكومة الجزائرية هي ترجمة وبلورة العلاقات التجارية إلى علاقات شراكة علاقات استراتيجية وهو موضوع عنوان معرض الجزائر الدولي شاهدنا العديد من دول 20 دولة حاضرة في المعرض هذا يعطيك نظرة قوية أنه اليوم الإقلاع الاقتصادي الجزائري يتمثل في تجسيد الاستثمارات مع الشركاء مضمونين فقد أصبحت الجزائر تملك نقاط القوة في بناء الشراكة مع الاقتصادات الغالمية مترجمة ذلك بزيارة عدة وفود أعمال لدول تعد من بين الأقوى الاقتصادات الغالمية السيد الرئيس تبون خلال زيارته إلى إسطنبول قال الرجال أعمال مستثمرين جزائريين أنتم من سوف تحملون المشعل في الجزائر ما معنى المشعل هو أن الشراكات رابح رابح مع شراكات ومستثمرين أجانب يريدون عندهم صدق النواية ويريدون الدخول إلى الجزائر من أجل جلب رؤوس أموال جلب التكنولوجيا وجلب التجربة وجلب معهم الأسواق دعوات الرئيس التي يرى بشأنها خبرون اقتصاديون بأنها تستلزم ترجمة سريعة على الواقع يفتح قنوات الاتصال البيني بين رجال الأعمال الجزائريين ورجال أعمال الدول الأخرى والاحتكاك المباشر بين المغنيين وهم المتعاملون الاقتصاديون من كل الجانبين حتى لا تبقى هذه التغاملات بشكل محدود ولضمان نجاح التغامل مع الاقتصادة القوية سيحتاج النظام البنكي والمالي إلى إعادة الهيكلة الشاملة خاصة في أنظمة بنك الجزائر المركزي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج